اشتركوا في القناة 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 التدريب. وخركته وعملت مذكرة بهذا لان ابراهيم كمان في التدريب قبل ما يخرج كان بيتمرن وحش جدا. اه الاربع ايام والخمس ايام اللي فاتوا ذات منهم حوالي ثبت تمارين او اربع تمارين. اه بناء علي انا مخدتوش المباراة التجربية مع مع طلاع الجيش. انا سعبت ابراهيم جدا وانا حتى كنت يعني متبني عشان يرجع ابراهيم سعيب. طيب كابتن محمد كابتن محمد انت القلاق اللي بتحصل في مجلس الادارة كلام الدكتور شريف الحلوة على مدير النادي مدير النادي يستقيل النهاردة. هل ده في مصلحة الفرقة في مصلحة نادي الاتحاد وانت المسؤول دلوقتي. انا انا بعد اللعيبة عن كل هذه المهاترات. اه. يعني بعد اللعيبة تماما وبشتغل في الملعب وبشتغل صباح بعض الضهر وعمل مباراة ودية وسافرت اه اه نمت في القاهرة قبل مباراة الاطلاع اللي. لا هي فرصة دلوقتي انك ترفع بالفرقة وكله انتظم. وكله بايد واحدة عشان يقدر اسنال الاتحاد لو نزل يا جماعة يبقى فيه صعوبة قديرة جدا. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله مش هينزل انا يعني المشاكل الادارية دي في فيه في طريقة للحل وان شاء الله الاستاذ محمد مصلحي بيعزن الله يحيرجع لان برضو اه اعضاء مجلس. بس هو واضح انه مصمم مصمم انه مايرجعش. وبعدين هناك مأزة. بيعزن الله انا متأكد انه حيرجع لانه هو مش هيتغنى عن هذا الاتحاد. اه كل كل الامور دي اه حتى ابراهيم اه جه و وصل اه عايز برضو ببعد الضور ينزل ينزل للتدريب لكن بضعنا لابقى آختار عشان يبقى فيه تحقيق وطلب اجازة وطلب وروح اجازة بيش مشكلة عشان برضو يهدى وي 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 يخش بتحقيق اه كابتن مجدي انا وقفتي جنب ابراهيم اه لان ابراهيم آه اه ده كلام ده كلام يا كابتن عامر ده كلام مفروغ منه والناس كلها عرفاه أنا أنت كبيرة كابتن بالنسبة لا ثانية واحدة أبراهيم بعد إذنك حاضر حاضر هخليك ترد يا أبراهيم حاضر حاضر هخليك ترد بس ما ينفعش يبقى الكابتن عامر معنا على التليفون إحنا نخلص مع الكابتن عامر بعد إذنك وإنت رد لو سمحت يعني حوار اللي ما بيني وبين أحمد حمدي كان حوار أسلوب عادي ولا كان أسلوب خارج بغض النظر عن الحوار إنت زعقت مع المدرب مع المدرب مع مدربك وأخوك كبير ما يصحش إنت لو كنت خرجت في هدوء وقلت حاضر الموضوع خلص يا كابتن عامر واحد تقول عمري متعود المدير الفني حاضرك إنت اللي متوجهني أيوة ماشي هو مش بيوجهك هو بيقولك بيقولك التوجيهات الفنية اللي حارف المرمى المدرب هو اللي يقول فيه مدرب ملع بس أعلمنا اللي جوه الملع بكابتن عامر لا التوجيه يا كابتن إبراهيم يا كابتن إبراهيم التوجيه الفني يا كابتن إبراهيم التوجيه الفني الحارس المرمى طالما في تمرين المدرب أو في المدرب حتى المدرب بيروح حتى ورد جون ويقول له هو في مين شوية هو في شمال أنت طلعت غلط في الكرة اللي في قد تتأثبت هل مدرب حراس المرمى هيبقى موجود في الملعب على دور؟ لا أم هو موجود في الماتشاط ولا هم بيخطفوه؟ الملعب على دور حراس المرمى لابد أن هو يتباحة آه طبعا 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 يعني يا كابتن محمد أنت بتطمّن جمايب إسكندرية بالرغم من كل اللي إحنا شايفينه ده؟ إن شاء الله بإذن النادي الاتحاد هيقعد وبشكل جيد بإذن الله لأن اللعيبة أولا كابتن محمد بعد إذنك بعد إذنك كابتن محمد هل يعني هو إبراهيم يعني هو من جواه إنسان كويس جدا وطيب جدا ولعيب كويس وعنده قلب الفرقته يا كابتن مجبي اسأله أنا أسطله إيه أول ما بحتويته اسأله إبراهيم أنت رفقت إبراهيم رفقت الخروج ليه أبراهيم رفقت يعني الكابتن قال لك ممكن يعني أنت بقى لك ثلاثة يام غايبة يا أخي يا كابتن مش غايبة أنا عيان على فكرة طيب ألف سلام عليك بس سيدي النقطة كابتن محمد عمر الحمد لله هو عرف إن أنا بحترمه جدا طيب إنت وإنت عيان كنت موجود في إنت وإنت عيان كنت موجود في سكندار كنت مبارح كنت مفهود أجل التبرين بس كان فيه إجراءات ما خلصها في النادي فكنت موجود هو ده اللي مخييش إن أنا جنبار يا كابتن مجدي أنا عاوز أقول بس حاجة يا كابتن عمر إبراهيم إبراهيم أنا احتوته جامد جدا هو عارف هو بيقول كلمة دلوقتي أنا بحترمه جدا كان مفهود إنه أحمد استرامه ولما أقوله يخرج بره يخرج بره لأن أنا ده أنا أبوه مزبوط مزبوط مشهور كبير هو 14 سنة كان لعيب عندك في النادي طب ما إبراهيم هو ييجي ويعنيتني قدام اللعيبة كلها هو أولا هو غلط هي أكثر ما غلط في الكابتن المجد أهلول آه بذلك يا كابتن أنا مزبوط طب يا إبراهيم إبراهيم تتعبن إبراهيم أي اسم إبراهيم طعبنا يا إبراهيم فضلك إبراهيم أسعيد ما تعتزر للكابتن محمد عمر على الهو ده ولده فكرة أنا مفيش حاجة ما بيني بالكابتن محمد عمر يعني قل له يا كابتن أنا آسف قل له يا كابتن أنا آسف وابتدي التمرين بقى من بكرة الموضوع مش مع كابتن محمد عمر خالص طب هو مدربك دلوقتي وفيه أحمد عمر فوق دماغي ورسق 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 ورسقه فوق دماغي هو عارف كده هو ما عند ناس سقافة الاعتذار ليه إبراهيم ما نقول أسفين ليه غلط يقول آسف هو أنا اللي دهيني بس الإسلوب المدرب حراس مرمى بيتكلم معاك بس هي دي النقطة ما غلقة هو بقى كابتن يجيب لك حقك لو كل واحد جاب حقه بدراعه لا يا كابتن الموضوع مش موضوع بدراع أنا بتكلم يعني كلام كلام منطقي إن أنا طبيعي إن أنا لازم أوجه اعتذر أبراهيم للكابتن محمد عمر اعتذر أبراهيم للكابتن كابتن محمد عمر عارف جدا إن أنا بحترمه جدا بابا اعتذر له اعتذر له لو أنا غلطت مع كابتن إنت يا إبراهيم قوله كلمة أسف دي جميلة جدا بتدوب بتدوب حاجات كتيرة إبراهيم ممكن أكون فائلت نا وإحنا بنقومهم وعاوزنهم بأحسن أحسن طبعا 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 وإنت بطبعك يا كابتن يا كابتن عمر إنت بطبعك ما انتاش دموي إنت من المدربين اللي هم بيحبوا ياخدوا الأمور بالراحة فيه مدربين وهو كابتن محمد عمر عارف إن الحماسي دوت من غير تعالفير وهو عارف كده كابتن محمد طب ما هو دلوقتي إنت ما رفضت الخروج تعتبر إن أغلطت في مدربك أنا ما صداش أبدا من كابتن محمد عمر يعرف كده يبقى تقول له حقك عليها كابتن محمد يعني أبويا في أكتر من كده كابتن محمد عارف عارف إن هو أبويا في أبو وهو لما يبقى اعتذار سريح تخسر إيه؟ فيه حد بيعتذر لأبوك؟ طبعا لما اللي اعتذار بيبقى من 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 الأب الإبن دلوقتي اليومين دول بقى من الأب الإبن لا والله الإبن والأب مفيش فرق ما بينهم بعد أبد إن هو عارف كابتن محمد أيوة طب قول له آسف يا كابتن أدام مفيش فرق والله العظيم ما في حاجة قل لي أبراهيم واخلص يبد爷 الذين ي획نا برهم й يا كابتن ماجد Cinüm tem thermal الموضوع هيخش Collecting في حاجة ما بيني الكابتن ماجد احنا عموما احنا حكوة تحديد محمد عمر احنا بنشكرك شكرا جزيل وبنقول ربنا ايقوي وشكرا جزيلا لمدخلتك ابراهيم يا سعيد ابراهيم مش ابراهيم يعني الموضوع كان يخلص دلوقتي لو قلت له اسفة كابتن محمد عامر ما عرفش أنت متمزك بإنقاء والدك وابوك وعلى راسك من فوق والقصة والحكاية لكن 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 العملية المشكلة مش عارف فين نادي الاتحاد نادي الاتحاد يا جماعة نادي